موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أعلن التحالف العربي عن استفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتنفيذه خلال أسبوع وأوضح مصدر مسؤول في التحالف في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين على الأرض ابتداء من اليوم الخميس بالإشراف على فصل القوات العسكرية في أبيان وتحريكها إلى الجبهات ومن العاصمة عدن إلى خارج المحافظة من جهة أخرى أكد التحالف استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض مبينا أنه تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيرا ومن ضمنهم وزراء الانتقالي الجنوبي ومن مختلف المكونات السياسية المصدر أشار إلى أن التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات بالمساهمة في تغييب الدولة اليمنية في مناطق سيطرتها المفترضة وتقويضها مفهوم السيادة القائمة على الاحترام إضافة إلى تشكيل ودعم ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة وتعطيلها الأدوات الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في الحد من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وشددت المنظمة في بيان جديد أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان شددت على تشكيل تحالف عالمي بعيدا عن الاستغتاب السياسي لاستعادة كرمة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب خرج المئات في تظاهرة شعبية بمدينة الضالع تندد بالإنفلات الأمني الذي تشهده المدينة الواقعة تحت سيطرة ميليشي الانتقالي المدعومة إماراتيا جاءت التظاهرة بعد أيام من حادثة اغتيال عميد كلية التربية بالضالع خالد الحميدي ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بإلقاء القبض على المتورطين في اغتيال الأكاديمي الحميدي ووضع حد للاغتيالات ومظاهر الإنفلات الأمني ختاما تواصل ميليشيا الحوث الإنقلابية منع العلاج عن الصحفي توفيق المنصوري المختطف في سجونها منذ خمس سنوات رغم تدهور حالته الصحية وقال محام الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي المحامي عبد المجيد صبرة إن الميليشيا ما تزال حتى اللحظة تمنع العلاج عن الصحفي المنصوري في مسعى منها لإلحاق أكبر ضرر بحالته الصحية المتدهورة أصلا داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمنصوري والإفراج عنه وعن جميع زملائه المختطفين نهاية الموجز دمتم ودام اليمن بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة